القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تدمر عددا كبيرا من الآليات العسكرية السعودية وتدك عددا من مواقع العدو السعودي في جيزان إلى التفاصيل مفاجأة الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود تتوالى يوما بعد آخر انتصارات تلو الانتصارات وتقدم كبير داخل العمق السعودي وبالصوت والصورة هنا في هذا الموقع معسكر الحثيرة يعد أكبر تحصيناته ومعسكرات قوات الجيش السعودي المهتزم في منطقة جيزان والذي شهد معارك الشريسة تكللت أخيرا بالسيطرة الكاملة عليه بما فيه من آلية ومعدات في عملية نوعية جديدة لأبطال الجيش واللجان الشعبية وهنا في هذه المشاهد نراحض التحصينات الكبيرا لهذا المعسكر والأسلاك الشائكة التي لم تحول أمام الزحف الأبطال من قوات الجيش واللجان الشعبية رغم غارة طيران العدو السعودي المكثفة الذي فشل في صد التقدم أسطورة الصناعة الأمريكية تحطمت أمام صلبة المقاتل اليمنية الذي أثبت خلال معاركه مع قوات آل سعود الغازية أنه بالإرادة والعزيمة تتحط مؤعتى وأحدث المعدات الحربية برية كانت أو جوية الإعلام الحربي وفي هذا الصدد وزع مشاهد لتدمير آليات ودبابات تابعة للعدو السعودي سيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية ومشاهد أخرى لتدمير آلية أخرى قبيلة وأثناء اقتحام معسكر الحثيرة في جيزان هذه القملية تكبد الحدو السعودي خلالها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات فيما لذا بقية جنود آل سعود بالفرار ولم تتوقف المعارك بالسيطرة على معسكر الحثيرة بل تقدم الجيش اليمني مسنودا باللجان الشعبية باتجاه المواقع القريبة من المعسكر وخلال هذه المعارك تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على أربعة مواقع وقتل ثلاثة عشر جنديا سعوديا خلال محاولة فاشلة لجنود الجيش السعودي التقدم باتجاه موقع الحثيرة معارك العز والكرامة مستمرة في جميع الجبهة ففي جيزان أيضا دك أبطال الجيش واللجان الشعبية عددا كبيرا من الآلية العسكرية السعودية من نوع أبراميز في قرية قمر بمدينة الخوبة مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع أكد أن قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية عسكرية سعودية ودك عدد من المواقع في جيزان إضافة إلى قصف تجمعات عسكرية في الخوبة باثنى عشر صاروخ لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للموقع بعد القصف في جبهة عسير أيضا أطلقت وحدة الجيش واللجان الشعبية القذائف على معسكر المحضار بالربوعة وسببت دمارا بالمعسكر كما دمرت موقع رقابة الصحن بالشعباء بعسير وأصابت صواريخ الجيش واللجان الشعبية موقع رقابة نشم الربوعة بعسير مخلفة دمارا هائلا في الموقع ترجمة نانسي قنقر